بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا عندنا بعض الجلساء الناس بيحبوا يمسلوهم وينسبوا نفسهم منهم معاهم ويبقوا حسسين الناس ان ده معاه على طول وده هو رمز للحياة بتاعه من اكتر الحاجات اللي موجودة دي والذيك حضرت النبي حتى اظهر الكلام دوت وان فيه نسبة ادعي الحكاية دي كتير وان الجليس ده كلهم يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقروا لهم بذلك الجليس دوت لو واحد نسب اليه بيبقى حاجة حلوة قوي لكن لو واحد ادعاه ممكن يعمل كوارس الجليس ده مين الجليس ده الشجاعة طيب احنا محتاجين الشجاعة ليه في الوقت ده ليبني اتكلم على الجليس زي الشجاعة دلوقتي عشان الناس دلوقتي ما بينه حد اعتمادي وعنده فيه ناس كتير عندها الفمو الخوف الخوف من فوقات الفرصة فيه ناس كتير وقفة فيه ناس كتير عطلانة فيه ناس كتير حسة بالرعب فاحنا محتاجين شوية نتكلم عن الشجاعة اللي تخرج كتير من الناس من العجز عارفين زمان كنا بنسمع عن تعبير اسمه شجيع السيمة وانتو عارفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب الشجاعة المكذوبة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم شخص قاتل وقتل واستشهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ليه بقى يطخل اول من تصعر بهم النار قال انما قتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل اه يعني دي كانت شجاعة مكذوبة مش الشجاعة اللي هي صفة انسانية من جوة فشجاع السيمة ده اللي بيطرب ويكسر ويعمل الكلام ده كله بوز مفهوم الشجاعة عندنا وفي كتير الناس عايزين يبقوا بيعيشوا الشجاعة ويستخدموا التعبير ده عامل فيها زي شجيع السيمة عشان يوسف الشخص اللي عايز يصارع اللي حواليه ويكسبهم ودلوقتي عندنا سؤال هي الشجاعة هي الصراع يعني ايه يعني احنا عايزين نفهم مفهوم الشجاعة نعلم الناس ازاي تنجح وتكسب في صراعاتها يعني عشان يبقى فيه شجاعة لازم ندخل في صراعات ونكسبها ده ايه الليه الغريبة دي ده حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي بالصرع ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب يعني الشجاع مش اللي هو بيصارع الشجاع حد تاني خالص ما حدش يشك ان سيدنا معاوية كان الشجاع ما حدش يشك ان سيدنا عمر بن عاص شجاع احدهم قال ان انا ما دخلتش صراع الا وكسبته وكان عمر بن عاص فسيدنا معاوية قال انا اصلا ما بدخلش الصراعات يعني ايه يعني هو من احساسه بالشجاعة ان انت ما تحطش نفسك في الصراعات ويبقى هنا فيه سؤال هل الشجاعة ان انا اقول او اعمل اشياء تجرح الناس وتفضحهم وتكشف سترهم بحكة ان انا لازم اكون صريح انا دائما بقول معلش تسمحوني ان فيه فرق ما بين المصرحة والمجرحة انك تكون صريح ان انت تجرح الناس جرح الناس مش معناه ان انت انسان شجاع ولا انك انت مهمكش حد لانت ساعتها مش ما بيبقاش ما بيهمكش حد انت بتتبح اي حد ودي مش شجاع جزء من الشجاع ان انت تكون رحيم وزاك حضرة النبي كان اشجع الرجال وما خير بين امرين إلا اخترى اي سرهما ما لم يكن اسما فعايز تبقى شجاع لازم تبقى رحيم كلها اسئلة جت من مفاهيم مغلوطة عن القيم وطريقة ممارستها وعشان كده الشجاعه انك تقوم بواجب وقتك مايفوتش وقت الحاجة وبعدين انت تيجي تدوس على الناس عشان تلحق وتفكر ان انت شجاع لا انت تكون صاحب مسئولية هي دي الشجاع انك تقوم بواجب وقتك هي دي الشجاع تقوم بواجب وقتك اللي ربنا اقامك فيه وتتحمل مسئوليتك وما تهربش منها هي دي الشجاع الشجاع مش انك انت تهرب من المسئولية وتنشغل بحاجات تانية مش هي اللي اقامك ربنا بيها زي رجالة كتيرة جدا تسيب مسئوليتها تسيب اولادها تسيب عيلتها تسيب اولادها متعرضين لخطر وسيبين حديث رسول الله سلم كلكم راعني وكلكم مسؤولين عن رعيتي ويجي راعي في ولود الناس ويقف فالأولاد يقول له انت ليه انا آسف العبارة دي تقولها يا زوجتو انت ليه زي القرع بتبتد البرة في ناس كتيرة بيعملوا كده في ستات كتيرة تهتم بقى بالعمل الخير وتروح معرفش ايه وتروح الجمعيات وتهتم بالاطفال الايتام وتعمل ايه وتيتم ولادها وهي بتهتم بالاطفال الايتام ليه ليه بنعمل كده عشان اه انا فهم عارفين ايه فلسافة شغيريه السيمة اللي الواحد يقف والناس تشاور عليه انه يقف على الاستج ويبقى شجاع ووضعت الحذر منه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي ما كانش عايز الناس ما تطحيش بس حضرة النبي عايز الناس ما تكذبش ما يبقاش همك ان الناس تحكي وتتحكي عنك لكن انت عشان تبقى شجاع لازم تكون مخلص وتتخلص من كل هذه الافلام وهذه الاشياء اللي احنا بنسميها فيك لازم تتحمل مسئوليتك على الوجه الصحيح من قال ان الشجاعة انك تسيب وظيفتك وتفتح مشروع انت لا درسته ولا عرفته ولا فتحت خطواته انت بتكلم انت بتكلم عن حياتنا خلي بالك انا ممكن اكون انت اللي بتكلم عنه ما انا صحيح بتكلم عنك الشجاعة مش انك انت تخاطر ومخاطرة مش محسوبة او انك تتلاعب باموال الناس تجمع اموال من الناس وتروح تفتح مشروع وانت ملكش علاقة بيه دي مش شجاعة دي رعونة دي رعونة لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الانسان ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يطقنه دي الشجاعة انك تطقن العمل الشجاعة ان انت ما تهربش الاعمال ما تعرفهاش لانها بتحصلك بتحس كده ان انت مدير ان انت صاحب مشروع هو نفس فكرة ايه وقد قيل اتقال عليك يا سيدي مدير واتقال ان انت بتدخل في الاشياء بسدرك عارفين عارفين الناس بيدخلوا في المشروعات بسدرهم هو ده التهور وده رعونة الشجاعة مش بتيجي يا سيدي بالتهور ورعونة فيه فرق كبير ما بين الشجاعة والتهور ورعونة الشجاعة بتيجي مع المسئولية والحكمة الشجاعة حكيم على فكرة يعني ايه الشجاعة حكيم الشجاعة مش بيدور على السراءات ما بينزلش في اي خناعة ويروح دارها فيها ما بيلاقي ايش اي مخاطر كده ويروح فاتح سدر ويروح للمخاطر ده مش شجاعة ده ارعا احنا ياما شفنا ناس دخلوا في مشروعات ما نهمش فيها وإلي حصل دخلوا في النهي اللي حضرت النبي نهى عنه حضرت النبي نهى عن ايه؟ عن قيدة وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال فأضاعوا المال هقول لكم حاجة اللي هيدخل في مشروع مش قد وياخد فلوس الناس ده بيأكل اموال الناس بالباطل وهو مش شجاعة المخاطر في دراسات اسمها هندسة المخاطر اللي عايز يدخل في حاجة لازم يكون حاسم مخاطرها لكن تتهور وتستعجل وتطلب النتائج بدون تخطيط ويبقى عندك سوق تخطيط ومعندكش صبر تصبر على الحاجة لما تدرسها دي مش شجاعة دي ولا عزو بالله تضييع لأموال الناس ورعونا الشجاعة ولا عالف المطلوب منه وبيقوم بي والجبان هو اللي بيهرب من مسئوليته ويبقى مش قادر يواجهها وهي ما شفنا ده في البيوت على فكرة الراجل اللي بيحس ان هو عايز يبقى شجاع فبيسيب مسئوليته في بيته فينزل يعمل شجاع وهو بيواجه مشاكل حد تاني وفي بيت تاني اللي يروح يحمي امرأة ارمرة عشان هي محتاجاة فإذا بيه يرمل زوجته ده مش شجاع اللي بيروح يدافع عن ايتام امرأة ارمرة وييتم اولاده هو مش شجاع ده هرب ولذلك لازم كل واحد فينا يواجه مسئوليته اذا كان هو شجاع دي مش بداية ولذلك فيه كلام لطيف اوي 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 مربوط بقولي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير احبه الى الله من المؤمن الضعيف وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس ولذلك كان اكثر الناس قياما بواجبه ولذلك اتعلم بقى الصحابة والتابعين من هذا الكلام ولذلك يجي سيدنا سبحان الثوري ويقول ماذا عليك بجهاد الابطال ايه 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 جهاد الابطال ده قال الكسب الحلال والسعي على العيال ها وكانه بيقوله الشجاعة والجهاد الحقيقي هو ان تجاهد في ما اقامك الله فيه هي دي القوة هو ده الايمان وسيدنا انس بن ملك بيحكي عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيقول ان اهل المدينة مرة فزعوا في ليلة كده فسمعوا صوت دب دب يعني صوت ضخم فهم لسه خارجين يشوفوا ايه الصوت ده فتلقاهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم على فرس على فرس اللي ابي طرح وإن اللي حصل وهو حضت النبي صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفا فقال لم تراعوا لم تراعوا يعني ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش وسيدنا علي سيدنا علي بيقول انا الذي سمتني امي حيضرة ايه لحصل بيقول بيقول سيدنا علي لقد رأيتنا يوم بدر ونحن لنوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقربنا الى العدو وكان من اشد الناس يوم ايذ بأسا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كان سيدنا علي يقول كان اذا احتمل وطيس ايه يا سيدنا علي سيدنا ده علي ده من اشجع العرب يقول احتمينا برسول الله طيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان شجعته في اهل بيته كان بيروح يعمل مشاكل من بين الناس عشان يباني انه قوي لا ورب الكعب كان من ارحم الناس وكان من اعدل الناس ولذلك لما يذكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرة الشجاع وسيدنا علي اذا ذكرة الشجاع ذكرة سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا حمزة وغيرهم ومع ذلك كان إذا احتمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الشخص الشجاع تعالوا نشوف الصفات الشخص الشجاع عشان نأحل أولادنا عليه ومربيه عليه وإحنا نفسنا نقيس نفسنا إحنا شجعان ولا لا الشجاع شخص مبادر بيبادر في الخير ومساعد للناس وهو عنده أولويات في الخير أول ناس في الخير أهله بيوقفوا جنب الضعيف والمحتاج وما يهربش منه وزيك السيدة خديجة قالت لحظة النبي قال لها دثروني دثروني زملوني زملوني لقد خشيتوا على نفسي فالسيدة خديجة تقول له لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحب وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق إيه ده؟ حيزة تقول له أنت شجاع فإن الشجاع الله يسعفه لأنه يسعف الخلق وكأن الله يقول له أنت أحسنت إلى خلقي فوعزتي وجلالي لا تسبقني إلى الإحسان فراجل الشجاع ربنا يحسن إليه وعشان كده من الشجاعة إنك تتخلى عن أي شيء ممكن يفسد حياتك هي دي الشجاعة شجاعة حقيقية يعني لما تلاقي حيعة تفسد حياتك تتخلى عنها هو ده وتغير من نفسك ومن الشجاعة إنك ما تضيعش من تعول فإذا رأيت نفسك على تضيع من تعول سيب ده فلذلك تبطل صحبة الناس اللي ممكن يشدوك إلى المعاصي إلى المخدرات إلى قلة الأدب أنا آسف إلى تضيع وقتك وتضيع فلوسك يشدوك إلى أن أنت تكرهي بيتك وتكرهي أولاتك وتكرهي زوجك وتتمرضي عليه بلا سبب ده مش هو ده اللي احنا ممكن نقول عليه الشجاعة على فكرة الشجاعة مش صفة الرجالي بس وده كتير من الستات شفناها رجالة رجالة يعني إيه يعني الرجولة ما لديش دعوة بالذكورة والبالأنوسة الرجولة لها دعوة بهذه الصفات المبدرة ومساعدة الناس والحرص على وقيام بالمسؤولية وكمان حفظ الأهل والناس لازم من أرعاهم يكونوا في حمايتي هو دي الشجاعة جزء من الشجاعة مفهوم كلكم راعا وكلكم مسؤولون عن رعيتي طب نعمل إيه كل واحد فينا بقى عشان نبقى شجاع إيه الإجراءات اللي ممكن نعملها أول حاجة أول حاجة وياريت كمان عشان إحنا في بدايات كمان سنة جديدة نعمل إيه نجيب ورقة كده ونشوف المهمات التي يجب ألا يخلو كل يوم من أيامي منها هلاقي نفسي مؤثر في حاجات أنا لازم كل يوم أرعا أولادي وأحسسهم من أمه في أماني هي دي شجاعة لأنا ما معملش ده يبقى لازم يبقى عندي ساعة بأمن أولادي أمن أولادي يعني الحزين أتحمل مسؤولية ما هربش آه هي دي دخلة في الشجاعة طبعا لما ييجي واحد مكسور خطر في البيت واسيبه وهرب وقول إيه ما هو أعمل إيه ما هو أنا مش قادر مش قادر أوصل لقلبه مش قادر أعمله حاجة ها لكن قادر تعمل حاجة برة قادر تدخل من خطر وصراعات برة لا 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 خالص الشجاعة خش حاول تخرج ابنك من عزلته لكن تسيب ابنك في عزلته لغاية ما الإبن يطلع لك يفرع في وشك وبعدين تجي تقولي أن أنت شجاع إيه الأمار يعني ما أنت هربانة هو أنت زوج بدرجة هارب وإنت إزاي تسيب بنتك وإنت شايفها بتتوجع وبتتقلم وتيجي تقولي عليها أنا مش قادر أعمل لها حاجة لأن أنا لا معرفتي ولا ثقافتي تروحي الشجاعة لأن أنت تروحي تتعلمي عشانها يبع على طول لو عايز تتعلم الشجاعة ساعة لحماية أهل بيتك ورعايتهم تتفقدهم الزوجة تتفقد زوجها تكون شجوعة ما تخافش أن هو يجي يقولها على فكرة أن احنا بعيد عن بعض عشان أنا والله مش شايفك بتقومي بمسؤوليتك يا زوجة خليكي شجوها وروحي واجهه وعدو تحول الناس اللي بيخافوا من حوار بعض عشان الحوار يجيب واجع قلب على فكرة دي مش شجاعة ده جبن يبقى ساعة نواجه مشكلات البيوت وأنا أظن ان حضرت النبي لما كان في مهنة أهله كان هو قصد أن هو يبقى قريب من أهل بيته عشان يحميهم ويرعاه يبقى ساعة لأهل بيتي ما فيش شجاع أهل بيته مش بيحميهم ويرعاه عايز تبقى شجاع احمي أهل بيتك عايز تبقى شجاع احمي أهل بيتك احمي زوجك احمي زوجك من أنه هو يحس بالإهمال احمي زوجتك بأنها ما تحسش أنها تحس بأن أنت نسيها وأنها تحولت إلى شيء ما لهش أهمية احموا أولادكم من يوم يحسوا بالتهديد عايزين تبقى شجهان أنا مش عايزك تبقى شجيعة السيمة أول حاجة خليك شجيعة الأسرة خليك شجيعة البيت خلي الأولاد يشوفوا شجاعتك وإنت بتواجه المخاطر فيتعلموا أنهم يعني إيه رجولة فأنت لازم تعمل ده يبقى ساعة أمن فيها أولادك إذا ساعة هتكلمهم كلام حلو ساعة تسمعهم ساعة تبشرهم بمستقبل كويس ساعة لو عندك خبرة تنهالهم أربع حاجات دي لازم تعملها عشان أولادك يحصلوا لهم أمان زوجتك أو زوجك أو بنتك أو ابنك كل دول حاجات تانية عشان تكون شجاع لازم ببساطة خالص تشوف الحاجات الحلوة اللي فيك وخليها تتركز على الحاجات اللي وحشة فيك وامشي بقانون الإزاحة إن الحسنات ويذهبنا السيئات كل يوم حاول تغير نفسك إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفس وكان السؤال ومتى يغيره ما بأنفس يوم يا رب إذا كانوا شجاعان فخليك شجاع وخليك شجاع الحاجات السيئة اللي فيكي ما تروحيش تعدليها روحي زود الحاجات الحلوة اللي في قلبك زي إيه أنت عارفة كويس أن أنت عندك نقد كتير بس عندك حاجة حلوة بتقدري تعملي خدمة زودة خدماتك ويهتم بدها أنت عارف كويس جدا جدا أن عينك زيغا أنا آسف يعني بتعمل إيه بتحاول ببساطة خالص تكتر من عبادتك فتعملك خجل من الله تحب ربنا وتكتر من عبادتك عشان تعمل لك خجل من الله بالطريقة دي نقدر نخرج من ده آخر حاجة عايزين نبقى شجاعا لازم دايما يبقى عندنا مجلس نجلس فيه مع الله نناجي الله سبحانه وتعالى ونقول لله ربي أعلم أنني ضعيف وأنك أنت القوي وأنك سندي وأنت بك وحدي يكون بك وحدي وحدك يكون مددي فاللهم إني أستقوي بك على كل كربي وما يجري في يومي وليلي فاللهم لا تقطع عني مددك واجعلني على الدوام أعرف أن كفايتي لأنني عبدك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب جعلنا دايما إذا كنا أقوية نعيش بأقوة وبأسرار لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل ونعود لحضراتكم عشان نجاوب على أسئلاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر مفتوح يفتح علينا باب من أبواب مجالس الذكر التي ينظر إليها الله سبحانه وتعالى ويذكرها الله في من عنده وصلت لنا أسئلة متعددة أول سؤال من هذه الأسئلة بيقول عايزة أسأل حضرتك سؤال أنا مخطوبة لابن عمي غصب عني ليه كفل الشر وعايز يكتب الكتاب وطبعا أنا مش موافقة أنا في سنوية عامة ومش عايزة أخذ أي خطوة دلوقتي علشان ما يحصل مشاكل ويتأثر على دراستي ده غير إني تعبانة نفسيا جدا ولو سمحت أقول لي أعمل إيه أول حالة ما تتجاوزيش ما تتجاوزيش غير وانت راضية أول حاجة هو تكونيها تتجاوزي قبل 18 سنة عشان أنت بتقولينا في سنوية عامة فأنت لو عندك 17 سنة و16 سنة وأهلك عايزة النوكي ما تتجاوزيش لما قلنا إن البنت ما تتجاوزها قبل 18 سنة إحنا كنا عايزينين عشان اللي أنت بتقوليه ده في فترة عشان هما خايفين من أن هي تخرج عن طعم مش بس تخرج عن طعم خايفين كمان من حاجة وحشة قوي خايفين عليها من دماغها أني لمؤغزة تعمل عمل مش مناسب للحفاظ على شرفها يا سيدة المسألة مش كده خالص اتقوا الله سبحانه وتعالى البنت مش عايزة تتجاوز بتقول أنا عجاوز ابن عمي غزبا عني عشان تحافظوا على الطين يعني اوى تحافظ على الطين فتخلي حياة بنتك طين انت كده بتغضب رب العالمين اوى عشان تحافظ على الفلوس ما تخرجش برا تخرج بنتك برا برا حنانك وبر حبك وتحس بنتك ان انت مش شايفها لا تتضيع لمن تعول ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول السؤال والكلام اللي قالته البنت كلام مليان اشياء مهمة جدا جدا انتو شوفوا هي بتقول ايه بطولنا هتجوز غصبا عنها هو عايز تكتب كتاب وقية تعبانة نفسيا يا راجل انا عندي ما نستطاع منكم البقى تفليتزوج هي كده غير صريحة ان ان تتزوج الكلام ده للراجل واللست هي غير صريح الشخص اللي ما عندوش تعافي نفسي ما يتجوز انت كده بتجوز عشان تطلق انا معرفش انت عايز تجوز عشان تطلق ولا عايز تجوز عشان تسعد هي دي بنتك لو بنتك ما تجوزهاش ما تجوزهاش على الحالة دي انتو ليه بتتكلموا كده انتو مش عايزين نسطر بناتنا لا انت فاهموا غلط كلمة نسطر بناتنا كأن البنات دولة مصيبة عايزين نخلص منهم وعشان ينتقل من عندهم حفظ عرضها تيروح لحد تاني عشان يحافظ على عرضها بلاش الطريقة دي في التعاون مع المرأة بلاش الطريقة دي التعاون مع البنات البنات نعمة يا راجل ده البنات دولة هم الحجاب من النار حضرت النبي بيقول كده اللي عنده تلاتة من البنات فاحسن تأديبهن ورعايتهن هو حد يكره ان البنات تتجوز بس اوعى تقول لي حد يكره ان البنات تتسطر كأنهم عوروا وعايزين نخبيها لكن تتسطر يعني ان هي بنطلب لها السعادة ممكن نغير المفهوم ده عندنا ان البناتنا عايزين نجوزهم عشان نسعدهم مش عشان دي حاجة لازم نخبيها والله بأمانة والله العظيم ما زال حتى الان في الناس بيتعاملوا مع زواج البنات كده محدش يزعل بتكلم على السؤال اللي واضح من بنت ان البنت دي كرة لهب فإيه اللي بيحصل فواحد كرة لهبه نرميها فوش الزوج بقى وابن عمها بقى يشيل بقى ايه يحافظ عليها ويحفظ عرضاه مين قال ان الاصل في البنات ان هم مش هيقدروا يحفظوا على عرضه مين قال كده لا 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 ده اتهم اتهم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نحترم ونكرم من كرمه الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم لازم نحترم من وصنا النبي صلى الله عليه وسلم بهن لا انا مش شايف ان انت اللي بتعمل ده صحيح بتقولي لي اعمل ايه ما تتجوزيش وانت تعبانا نفسه ما تتجوزيش وانت حد انت مش قابله ليه طيب لان الجواز بالرضا وبقولي والدك ما تعملش كده في بنتك لان انت لو جوزتها على الحالة دي عاد جيدك متطلق فعشان بالله عليكم بلاش الطريقة دي عشان نسب الطلاق مش نهي احنا مش نقصين مش نقصين نزيد الطينبل مش نقصين كمان نجوز واحدة عشان نشوفها متطلقة بعد كده طب نعمل ايه البنات 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 مش عارفين مصطحتهم ليه فرضين ان البنات مش عارفين مصطحتهم طبعا ننصحهم ما نقعد معهم ونكلمهم ما نقعد معهم ونشاورهم ما نقعد معهم وناخد رأيهم ما نعمل كده خصلين حاجة هو كل واحد فينا يتخلى عن مسئوليته ويسيب البنت تفكر لوحدها وبعدين يفاجئها انا عايز دلوقتي اقوم بدور ابوكي اللي هو هيكبرك على الجواز ايه جمعا اللغبطة دي طب ما ترعى اولادك من الاول ما تقعد معه وتشوفها هي بتأمل بايه ما جايز لو قعدت معها تحس بالامان وبعدين تكتشف ان فيه ابن عمها دي في حياة حلوة وتكتشف ان هي ممكن تتجوز ممكن تكون هي مش عايزة تتجوز لان هي شايفاك متخلى عنها فهي عايزة تقول لنا لوح ليه اتجوز واحد شبه والدي اللي هو متخلى عني فاطلع من هنا ما عنديش امان اروح في بيت كمان مفوش امان ليه اجرر نفس تجربة حياتي فعشان كده بتقول ليه لا اعمل ايه لو سمحتي اتجوزي وانتي قبل اتجوزك اتجوزة وانتي عندك قبول لو ما فيش قبول ما تتجوزيش محدش يقدر يقصب حد على انه هو لو ما كانش عنده قبول انه هو متجوز السؤال اللي بعد كده بيقول حكم نشوز الزوجة بسبب المشاكل المادية والزوجية طيب انا عايز بس اتكلم قبل ما اتكلم على حكم نشوز الزوجة بسبب مشاكل المادية والزوجية طبعا نشوز الزوجة حرام واسم ومن اعظم الاسم لكن السؤال قبل ما اتكلم عن نشوز الزوجة انا عايز اتكلم عن حسن معاملة الزوجة بقى ما ما تتسرعش ما تجيش تقول لي انت كده جاي اصلاح ما اقول لك اللي بيحصل انا ممكن على فكرة نتكلم على ان احكام مجردة واطلع بقول كلام كل واحد بسألني يبقى هو مبسوط بالكلام بتاعي بس وبعدين والمجتمع واللي احنا عايشينه الزروف المادية دي هي الزوجة دي لما بتتكلم وبتقول انا مش قادر اعيش العيشة دي لان هي اللي بتصرف في البيت لو هي مش قصيلة وما بتحملش ده تبقى هي قاثمة لو تركت بيتها انا اظن ان انت قصدك ان هي تركت بيت لو تركت بيتها تبقى قاثمة لكن لو هي مش قادرة تدير البيت وزوج بيقول لها هو ده اللي عندي وتصرفي عارف اقول لكم حاجة عشان بس تفهموني بعض الاحيين انا بقول لك اللي وقع اللي قدامي واهالي اللي بتمشي من البيت بيحسوا بده اللي ايه هي عندها مشكلة في الموارد في البيت وعندها مشكلة كمان في الزوج في العلاقة الخاصة واني الزوج بيبارس معها العنفة وبيضغط عليها عارف بتروح بيت اهلها ليه هقول لكم بتروح بيت اهلها في بعض الاحيين لان هي خايفة على نفسها من الفتنة ان زوجها هي فضل يعملها بالطريقة دي وزوجها والمرأة عندها حق غريبة قوي عندها رطبات كده في عقلها من ان هي لو ما عندهاش موارد مالية هي بتخاف على العرضها ليه لان انا لو زوجي مأثر في مصاريف البيت انا لو احتاجت المصاريف عامل ايه انا ممكن اقع في الخطأ فبتروح تحتمي بأهلها طيب نعمل ايه لازم ننصح الطرفين انصح الزوج بانك انت في الوقت اللي احنا فيه ده توسع مواردك يعني ايه بلاش طريقة والله انا راجل موظف اعمل لكم ايه اشتغل تاني ما انا لسه قيل في الحلقة كلام سيدنا سوفين السوري عليك بجهاد الابطال الكسب الحلال والسعي على العيال حسن مستوىك الاجتماع حسن اشتغل شغلانة واثنين ما فيش من بات دايما يعني انا دايما في البيات اقول فيه بياتين البيات الاولاني البيات الزوجة اذا باتت المرأة وزوجوها عليها غطبان فلن تشمل راحة الجنة او باتت تلعنها الملائكة في روالتين او التاني برضو من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له فما تأملوش يعني ما تاخدوش واحد بتسيب التاني يعني ما تخليش الزوجة تقول لها هو دا اللي عندي وتصرفي بتخاف الزوجة من كلمة تصرفي على فكرة انا بقول لكم الزوجة لما تقولها هو دا اللي عندي وتصرفي هي بتخاف من الكلمة دي مش هي عايزة تبغدد وعايزة تستت وعايزة او اجيب لك منين هي في قلبها وانا اجيب لك منين وكلمة اجيب لك منين دي عندها خوف على شرفها ما تسأليش ازاي بس انا بقول لك اللي في قوله بالستات فانت دلوقتي وانت بتكلمني على مسألة مسألة يعمل ايه الزوج لما الزوجة تكون ببساطة عندها هزي الحالة اللي هي حالة ايه الحالة اللي انت بتسميها دلوقتي ايه بتسميها نوع من انواع النشوز ببساطة خالص انا قلت ان النشوز حرام ان المرأة يبقى عندها نشوز ده حرام ومن اكبر الاسم لكن ازاي السؤال اللي انت مسألته ليش هو ماذا هو ان ازاي ارجع زوجتي الى ايه الى بيتي ترجع زوجتك الى بيتك انك تأمنها وتغير من حياتك واذا كنت مأثر في الكسب تروح تزيد من الكسب وساعتها انصالح البيت انا كلمتكم كده بايه بان السؤال ده اتمنى السؤال بس عن فتوى لان السؤال السطري ده لازم يتقرر اللي وراه ايه اللي حاصل انا جيت على الرجالة انا جيت مع الرجالة عشان ينوروا بيوتهم بمسئوليتهم وبرعايتهم فعشان كده لازم نكون كده في سؤال طويل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متزوجة من سنتين وغضبانة بقى لي خمس شهور وجوزي قال لي ارجعي وخلاص من غير حتى ما يشوف حل المشاكلة هو شكك ودائما يقول لي ربنا فوق وامي واخواتي تحت هو بيضربني وبيهني ومش بيتعامل بالمودة والرحمة نهائي رفع علي انذار طاعة واصبحت قضية فرديت عليه بقضية وحد كبير من عندي كلم اخوه وكلمه عشان نحل ودي او نتطلق ودي بس هو مش راضي باي حل وحلف ان عمره ما هيجي رفعت عليه قضية الايمة ويتحكم عليه حبس كمان اسبوعين انا مش عارفة اعمل ايه معاه حاولت ابعت له رسالة عشان اقول له نتفاهم بالود وهو مش بيرد هل انا كده علي زنب وهل في ايدي حاجة اعملها عشان اصلح الوضع ما عرفش يعني ايه ما عرفش الحياة اللي زي دي لازم اشوف الطرفين اشوف انت عملت ايه وهو عمل ايه عشان اقدر اقولك انت ظلمت وانت ما ظلمتيش انت حاجتيه دي حكاية طويلة اه انا عارف ان انتو كتير بتقولوا هو ليه بيجاوب علينا كده عشان في الحقيقة انا عندي مش بس علم قراءة من الكتب انا عندي خبرة فمش هقع في فخ ان في حد يعود يحكيلي وارحو ااخد الكلام ده ويرميه في وش الزوج اهو ياخد الكلام ده ويرميه في وش الزوجة انا اقولكم حاجة كل مشكلة زوجية سببها الاتنين سببها الزوج والزوجة زي ما احنا شايفين قضية طاعة قضية نفأ قضية ما اعرفش ايه قضية ما اعرفش ايه والاولاد انت طبعا ما ذكرتيليش لاولاد الاولاد بيتهرسو في النص في هذا الصراع المقيت عايز الحل تعالوا نقعد نتكلم وننصحكم انتو الاتنين لان بالمناسبة احنا عندنا قاعدة زي ما كان سبب مشكلة الزوج والزوجة الحل بيكون به الزوج والزوجة الحل ايكون بيكون انتو الاتنين أنا عارف أن أنتوا رفعين قاضي تعالوا قلونا أن أنتوا بتعملوا كده وهم مستعجلين نتكلم معاكم لكن أبدا مش هقولك أن أنت صح وهو آثم شرعا وهو حرام عليه ما جايز أنت كمان تكوني آثمة شرعا وهو حرام عليك قد تكون أنت ظلمتي وقد يكون هو ظلمك مش المهم من اللي ظلمت تاني المهم اللي احنا ما نستمرش في الظلم تعالوا وروحوا لمتخصصين عشان من أعظم الظلم أن يستمر الإنسان في الظلم بلاش يستمروا في الظلم وظلمكم ما يبقاش ظلم لأنفسكم بس لكن يكون ظلم متعد كمان لأولادكم شوية رحمة بنفسكم وبأولادكم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لو استمرت بهذه الطريقة كل واحد يشوف حق وعلى التاني من غير ما يشوف ايه هي المودة والرحمة والسكينة انتوا هتظلموا نفسكم ونظلموا أولادكم وعشان كده تعالوا عشان نتكلم ونشوف الحل ايه يا سادة احنا كنا بنكلم عن الشجاعة وبالذات في السؤال ده الشجاعة ان انت تحل الشجاعة ان انت تكون قوي بانك انت تعمل تغيير كل اللي سمعيني حتى لو حسين ان انا جيت عليهم مرة استيطة تحس ان انا جيت عليهم مرة تحس لا خليكم شجعان واجهوا نفسكم بل الانسان على نفسه بصير ولو القى مع عزير يا سادة استمروا في الشجاعة ووجهوا مشاكلكم واطلبوا ربنا سبحانه وتعالى المدد والله سبحانه وتعالى لا يترك عبدا أليس الله بكاف عبدة اتوكلوا على الله وحاولوا تكونوا شجعان وغيروا حياتكم ووجهوا مشاكل بيوتكم ووجهوا مشاكلكم في الدائرة القريبة منكم فالاقربون أولى بالمعروف وأولى بالشجاعة كونوا شجعان وحصنوا بيوتكم ورعوها هو دوة أصل الشجاعة أصل الشجاعة أن أنت تكون صاحب مسئولية وتبادر وتحمي أهل بيتك أول ما تحمي يا رب الهمنا أن احنا نكون أقوية بمددك وبنصرتك وبنظرك إلينا يا رب جعلنا أقوية عشان نتجاوز هاجهز نفسنا اللي بتقولنا أن أنتو مش هتقدروا تغيروا إحنا عارفين أننا لا نستطيع أن نغير ولكن مددك هو الذي يجعلنا نستبشر ونرى أن المستقبل مليء بالخير نحن نستعين بك يا مولانا لأننا نعلم أننا إذا استعنا بك سنجدك أمامنا تنور مستقبلنا وتزيد في مددك لنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين الهمنا رشدنا وكن سندنا في كل وقت وحي ترجمة نانسي قنقر